حملات ترهيب وتحضيرات حصية واسعة تستبق عمليات وصول سيولة جديدة إلى الأسواق المصرفية في مناطق سيطرتها بعد أن حذرت الميليشيا من التعامل مع عملة نقدية فئة ألف ريال على ذات الشكل القديم مصادر خاصة كشفت ليمن شباب عن استنفار ميليشيا الحوثي للتحضير من التعامل مع هذه العملة في مناطق سيطرتها مستخدمة كافة أساليب الترهيب ووسائل التحضير عبر وسائل الإعلام وخطباء المساجد مهددة باتخاذ كافة الإجراءات العقابية لكل من يتعامل بهذه العملة وانتقد اقتصاديون حملات ميليشيا الحوثي لمنع ما وصفتها بالطبعة الجديدة في الوقت الذي تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا من شحة شديدة في السيولة من العملة المحلية وعقب سيطرة ميليشيا الحوثي على البنك المركزي في 2015 اختفت الكتلة النقدية الأكبر من العملة المحلية والتي تقدر بنحو تريليون ريال مما دفع بالميليشيا إلى استخدام الفئات النقدية التالفة والتي أصبحت غير صالحة للتداول المالية ووفق تحليلات خبراء فإن القرار الحوثي أعد استهدافا واضحا لرمز سياديا كالعملة الوطنية التي لا تزال تخوض معمعة كبيرة نتيجة قرار ميليشيا الحوثي في نهاية 2019 بحظر تداول الطبعة الجديدة من العملة وتحاول الميليشيا فرض سلطتها القهرية على العملة المحلية في مناطق سيطرتها دون أن تري أي اهتمام بمراعاة فروق الأسعار وتأثيرات هذا الأمر على السكان ومن شأن هذه القطوة الحوثية أن تفتح الباب واتعا لمصادرة أموال المواطنين ونهب ممتلكاتهم من قبل قيادات ومشرفية الميليشيا الحوثية الذين كدسوا ثروات هائلة من الأموال المنهوبة والمصادرة خلال السنوات الماضية اشتركوا في القناة